نظامت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي شريف للعام الهجري 1446 هجريا وألقى مدير عام بوزارة الأوقاف طارق عبد الحميد محاضرة تناول فيها الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة النبي والاقتضاء بها قولا وعملا للحفاظ على تماسك المجتمع وبناء مستقبله وفي نهاية الاحتفال ألقى مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب هاني محمد كامل كلمة نيابة عن القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلون بعطائهم وتضحيتهم درعا قويا لحماية الوطن وصون مقدساته مقتدين بسيرة رسول الكريم في الصبر والعمل الجادة لتظل راية الوطن عالية خفقة اشتركوا في القناة